سلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي العزاء طلاب الصف الاول الاعدادي ان شاء الله النهاردة هناخد مع بعض درس تاريخ جديد ولحد درسنا النهاردة ده كده منهج اكتوبر اللي ان شاء الله هتمتحنه فيه والمرة القادمة هناخد مراقعة على منهج شهر اكتوبر في نهاية درسنا النهاردة ان شاء الله كل واحد فيكم هيكون قدر يعرف المقصود بعصر بناتة الاهرامات لان احنا درسنا النهاردة بعنوان الدولة القديمة اي عصر بنات الاهرامات كمان هنقدر نقارن بين ملوك الدولة القديمة من حيث اعمالهم ومدة حكمهم هنقدر نستخلص النتائج المترتبة على انهيار الدولة القديمة وليه الدولة القديمة انهارت هنفسر اهتمام المسرين القدماء ببناء الاهرامات ونقدر قيمة دراسة تاريخ اجدادنا المصريين دي النتائج اللي هتعود علينا ان شاء الله في نهاية الدرس تعالوا بينا ندخل على درسنا ونشوف اول حاجة فيه اني ليه الدولة القديمة تسمت بعصر بنات الاهرامات فعندنا سؤال بما تفسر يطلق على عصر الدولة القديمة بعصر بنات الاهرامات بص يا ولاد اشنا عندنا مؤرخ اسمه مانيتون المؤرخ ده اللي قسم تاريخ مصر كله لتلاتين أسرة فالأسر دي اتقسمت الى دول او عصور فقسموها ليه عصر دولة قديمة وعندنا عصر دولة وسطة وعصر دولة حديثة فاحنا هنقض النهاردة عصر الدولة الايه؟ عصر الدولة القديمة وعصر الدولة القديمة من الأسرات الثالثة للستة هد فيكم صاح صاحبا يقولي طب فين الأسرة الأولى والتانية؟ رابوا عليكم هي الأسرة الأولى والتانية اللي هي العصر العطيق اللي المالك مينة فيها وحد القطرين أو المملكتين وبقى الدولة واحدة وكون الأسرة الأولى فكان في العصر العطيق في عصر الدولة القديمة وعصر بنية الأهرامات قلنا بيدور حوالين الأسرات الثالثة إلى الأسرة الستة ليه تسمى بعصر بنية الأهرامات طال hacer drama بنية الأهرامات يبقى دي الميزة اللي بتميز هذا العصر يبقى بسبب اهتمام ملوكها ببناء الأهرامات الضخمة ملوك هذا العصر اهتم إن هم يبنيوا الأهرامات هو إيه ولد الأهرامات دي أصلا؟ إيه الهرم ده؟ عبارة عن إيه؟ الهرم ده المقبرة اللي بيدفن فيها الملوك وأسرهم طب هما ليه كانوا مهتمين قوي كده بتشديد هذه الأهرامات عشان المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا بفكرة البعث والخلود يعني إيه؟ البعث والخلود معناها أنهما هيموتوا ويقوموا يعيشوا حياة أبدية زي ما احنا ما هنموت ونجي نبعث بعد كده بس هما كانوا بياخدوا معاهم كل حاجة هيحتاجوها في الحياة الأخرى دي أكل شرب العلي بتاعتهم ودي الأثار اللي احنا بنلاقيها إيه دلوقتي عشان كده هما هتموا بتشديد هذه الأهرامات يبقى ما يجي يقول لنا ليه تسمى عصر الدولة القديمة بعصر وبنات الأهرامات هنقول بسبب قصر تشديد الأهرامات الضخمة الأهرامات يا ولاد امتدت من إقليم الفيوم جنوبا لأحيات دي تمام؟ طيب يجي يقول لنا بما تفسر اهتمام المصريين بتشديد الأهرامات اللي اهتموا بتشديدها هنقول لا اعتقدهم في البعث والخلط فبنوا الأهرامات دي عشان تبقى مقابر حصينة لهم تتحط فيهم جسس موتاهم بعد ما يحنطوها طحنيت يعني ايه كلمة طحنيت؟ يعني حفظ جسس الموت سليما بعد الموت احنا طبعا بعد الموت الجسم بيتحلل فهم عايزين يحافظوا عليه علشان لما هنيجي باش في الحالة الأخرى يبقى الجسمنا شكله زي ما هو فعشان كده كانوا بيحنطوا الجسس فأعملوا المقابر الحصينة زي زائد أن مناخ مصر الصحراوي وأن بناءهم هذي الأهرامات تشيدوا من هذي الأهرامات في الصحرا ساعد على بقاء الأهرامات والأثار اللي موجودة دي بسبب الجفاف بتاع الصحرا يبقى عملوا المقابر دي أو الأهرامات دي مقابر حصينة عشان تتحط فيه مقصص الموتة الموتها بعد صحنتها وكمان يحطوا فيها كل ما يحتاجوه في الحياة الأخرى كل ده احنا بنتكلم على عنوان الدرس الدولة القديمة وعصر وجنات الأهرامات وليه يتسمى بالإسم طيب تيجي نشوف مع بعض ملوك هذا العصر طيب تعالوا نشوف مش كل ملوك العصر يا أولاد احنا بناخد أشهر ملوك الدولة القديمة وأهم عملهم يعني احنا بناخد الملوك دي أشهرهم آه طيب الملوك دي بالترتيب يعني ده جي بعض دي بعد لا مش شرط مش بالضرورة خالص ممكن يجي واحد وفيه في نص كتير ونتكلم على ملك تاني بس هو عنده أعمال مميزة أول ملك عندنا نتكلم عنه في منوك الدولة القديمة هو زوسر يجي ملك اسمه سينفرو وملك خوفه وخفرة ومنكورة عارفينهم دول وإحنا قلنا انه عصر بونات أهرامات بقى عندنا الملك وستاركاف عندنا ملك اسمه ايه بيبي السينف دي الملوك أو أشهر ملوك الدولة القديمة اللي هنتكلم عنهم في درسنا النهاردة تعالوا نشوف أول ملك وهو الملك زوسر وأهم أعمال الملك زوسر الملك زوسر يا ولاد هو مؤسس الأسرة ثالثة والأسرة الثالثة هي بداية الدولة القديمة إحنا هنا من الأسرات الثالثة للثالثة طيب عمل إيه بقى زوسر شيد هرم إيه ده هرم غير الأهرامات الثالثة اللي احنا عارفينها آه فيه هرامات غير طول قالك هرم اسمه ايه اسمه الهرم المدرق موجود في سقارة طب هو ليسا مو بالمدرق قالك لأنه هو شكله زي شكل المدرقات شايفيني يا ولاد الصورة عبارة عن أنه مكون من ست مصاطب ست حجرات وتلاقي كبير تلاقي حجارة كبيرة بعد كده أصغر بعد كده أصغر تاني بعد كده أصغر تاني لحد ما يكونه كبيرا مصطبة ست مصاطب عشان كده سمي بالهرم المدرق يبقى بما تفسر سمي هرم زوسر بالهرم المدرق لأنه مكون من ست مصاطب فهو يا ولاد يشبه إيه رابع عليكم يشبه المدرق اللي هو السلم يعني عشان كده سموه بالهرم المدرق طيب عمل حاجة كمان زوسر آه قالك أول ما نغير في أسطوب العمارة للمقابر الملكية هو اللي قال أنا هغير شكل المجبرة لأن فيه تطور للمقابر يا ولاد كانت الأول حفرة بعد كده بتبقى حجرات كده تحت الأرض بعد كده هرم المدرق بعد كده هرم اللي بشكله كامل وده هنأخذه في الوحدة التانية تفصيلية فهو أول ما نغير فيه أسطوب العمارة للمقابر اللي إيه الملكية وقال أنا هغير بشكلها وعملها هرم مكون من ست مصاط طيب بيرجع الفضل في تغيير أسطوب عمارة المقابر للوزير بتاع الملك زوسر وهو اسمه وزير إيمو حطب يعني إيمو حطب ده وزير زوسر قال له إيه رأيك يا ملك زوسر إحنا نغير في شكل عمارة المقابرة فهو اللي بيرجع ليه في الفضل فده لكن مين اللي شيد وينفذ الملك زوسر يبقى أعمال الملوك ممكن تجلنا إلى من تنسب الأعمال يعني مين صاحب هذا العمار فالملك زوسر شيد الهرم المدرد بسقارة أول ما نغير في اسلوب العمارة للمقابر الملكية وكمان بيرجع الفضل لوزيره إيمو حطب في تغيير شكل عمارة المقابر ده مين ده الملك زوسر طيب تعالوا بنا نشوف تاني ملك معنا أو تاني أشهر ملوك ده قديم الملك مين سنفرو الملك سنفرو مؤسس الأسرة كام يا أولاد الرابعة يبقى زوتر مؤسس الأسرة التالثة لكن سنفرو مؤسس الأسرة كام الرابعة الملك سنفرو بقى عهده تميز بعد استكرار وعدالة في استكرار في أمن فالمصريين فبوه فأطلقوا عليه الملك المفصن المحبوب بإحسان في معاملته وبنحبه يجي يالك بما تفسر تسمية سنفرو بالملك المحسن المحبوب لأن عهده تميز بالاستكرار والعدالة وأحبه المصريين طيب يا طرس سنفرو عمل أهرامات آه ده شيد هرامين مش هرام واحد طب موجودين في فين في ضحشور ضحشور في الفيوم يبقى الملك سنفرو شيد هرامين فين في ضحشور كمان سنفرو اهتم بشؤون مصري سواء الداخلية أو الخارجية طب ايه يعني عمل ايه قالك هو حاول يأمن حدود مصر الجنوبية والشرقية يعني حدود مصر في الجنوب يا ولاد طب جميع رسمنا اللي هي أعرامة الاتجاهات اهي حاول يأمن حدود مصر في الجنوب وفي الشرق حدود مصر الجنوبية والشرقية طيب مش بس كده استخرج المعادن اهتم بالمعادن واستخرجها زي ما استخرج النحاس والفيروز من شبه جزيرة سايمان من سيناء كمان اهتم بالتجارة الخارجية بدأ بقى يشيد سفن ويبعث قسطول لبلاد فنقيا مين في نقيا؟ سوريا ولبنان يبقى بلاد فنقيا؟ سوريا ولبنان بدأ يعمل السفن ويبعث لهم قسطول لبلاد فنقيا ليه؟ عايز يعمل ايه؟ عشان يجيب خشب الارز خشب الارز مش الروز مش الارز 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 الشجرة اللي هي في عالم الزنين اللي هي عام زي شجرة كريسمس دي فاحنا بناخد اسمها شجرة الارز فبناخد الخشب بتاعه عشان يقدر بقى يشيد منه السفن يعمل منه اسرة سرير يعني يعمل منه اساس للبيت تمام كده؟ يبقى الملك سينفرو اتميزت البلاد بعهده بالاستقرار والعدالة ويحب المصريين عشان كده يطلقوا عليه ايه؟ الملك المحسن المحبوب كمان شهيد هرامين في دهشور اهتم بشؤون مصر الداخلية والخارجية وأمن حدودها الجنوبية والشرقية اهتم باستخراج المعادن النحاس والفيروز من سيناء اعتنى بالتجارة الخارجية فشهيد السفن وارسل اسطول لبلاد فنقيا ليه جلب خشب الارز يبقى عندنا زوسر عمى الهرام سقارة المدرق عندنا سنفرو عمى الهرامين في دهشور طيب مين تالت اشهر ملوك الدولة القديمة؟ تعالوا نشوف الملك خوفه الملك خوفه اشهر ملوك الاسرة الرابعة الملك خوفه هو صاحب الهرام الاكبر هو شيد الهرام الاكبر احنا بنقول يا ولاد دايما عارفين ان الهرامات من عجائب الدنيا السابق بس مش الهرامات كلها يا ولاد الهرام الاكبر هو احد عجائب الدنيا يقولك ليه؟ ليه يعني الهرام الاكبر ده احد عجائب الدنيا؟ قالك لأ اني بناءه التميز ببراعة هندسية ودخامة حجمه حجمه ضخم وفي براعة هندسية تخيلوا؟ بقوا يحطوا حجر فوق حجر فوق حجر بارتفاع 146 متر وعلى مساحة 13 فدان كانوا بيطلعوا ازاي؟ كانوا بيوصلوا الحجرة دي ازاي؟ فهنا تكمن ضراعة المصريين الكدامين الهرام اتأثر بعوامل الزمن وبقى ارتفاعهم من 146 لكام ل138 اشي كده؟ ده الملك مين؟ الملك خوف طيب في مين تاني؟ الملك خفرع ابن الملك خوف الملك خفرع شيد الهرام الاوسط والمهندسين صمموا على نفس نمط هرم ابيه مين هرم ابي بقى؟ لواله هرم خوفه يعني فارتفاعه 143 متر كبير برضو مش بس كده بقى خفرع خفرع كمان هو اللي امر بنحتة تمثال ابو الهول يعني مش شيد هرم بس لا ده امر كمان بنحتة تمثال بتاع ابو الهول طيب وخفرع عمل تمثال ابو الهول بجسم اسد ورأس انسان يغطرع ده ليه معنى او ليه هدف اه بيرمز بجسم الاسد للشجاعة والقوة بيرمز برأس الانسان بالعقل فبيضي في المصر القديم بانه شجاع وقوي وزو فكر عائل عنده حكمة عنده عائل يفكر بيه تمام؟ جبقى الملك خفرع شيد الهرم الاوسط وكمان امر بنحتة تمثال ابو الهول طيب تعالوا بينا نشوف من اشهر منوك الدولة القديم وهو الملك منكورع الملك منكورع هو ابن الملك خفرع كان عهد الملك منكورع اكثر حرية من ابي وجده ابي وجده ابي اللي هو خفرع وجده اللي هو خوفه فكان عهده ايه؟ اكثر حرية ليه بقى قالك لان شعبه كان بيمارس شعائر دينه بحرية ما كانش هو بيكبره على ان هو يعبد اله معين ترجع بقى شهرة منكورع انه شيد الهرم الاصغر وده بيبلغ ارتفاعه 66 متر طبعا فرق شسع ما بينهما دين الهرم الكبير والهرم الاوسط فعندنا زوسر هرم سقارة هرم المدرق عندنا سنفرو هرم انضغشور خوف الهرم الاكبر خفرع الهرم الاوسط منكورع الهرم الاصغر شايفين كام هرم ومش عايزينه باقي ثم بعصروا بنات الاهرمات منكور كانوا بيهتموا بقى بالبناء الاهرمات ولمكنش بيهتموا يعني مشتارة الاهرمات بس اللي احنا عارفينه بدأ بقى ايه ولاد نفوذ كهنة الاله رأ يزيد مين الكهنة المسؤولين عن المعبد المكان اللي بيعبدوا فيه أو بيقدموا فيه القربين للاله بتاعه القربين يعني هدايا زي في المسيحة مثلا الإديس أو الإديس زي عندنا مثلا الشيخ زي كده فالاله رأى ده إله الشمس بيرمض للشمس فبدأ نفوذهم يزيد في اليوبلس اليوبلس اللي يعين شمس الكلام ده كان في أواخر عهد الأسرة الربح وبدأوا بقى يتدخلوا في شؤون الحكم ياولي بصوا خلينا المتفقين اني طالما ما فيه حد يتدخل في شؤون حكم اني يبقى الحكم ضعيف عشان كده ادروا ان هم يتدخلوا لو يحاكم قوي يقولوا لا خلاص ما تتدخلش انا مدرسة قوية في فصلي محدش يقدر يتدخل في شؤون فصلي مع طلابي لكن لو أنا ضعيفة تلاقي اي حد كل مهاب بقدر بيدخل يزعق للطلبة تلاقي طلبة من فصول تانية تدخل تلعب وتهزر مع الفصول دي تلاقي انا قوية همنع طلاب تداقي طلابي هغلي الطلاب اللي جو يحترم الحصة ويعودوا يسمعوا همنع اي حد يدخل على الطلاب ويزعق له فكذلك الحاكم لو قول هيقدر محدش تدخل في شؤون حكمه هيقدر يسيطر على دولته هيقدر ما يبقاش فيه تدخلات خارجية عملوا ايه بقى نفس كهمة الاله الرعب قال لك هقدروا هم يسقطوا الاسرة الرعبع ويولوا كابرهم الحكم وهو بسبب ضعف الحاكم اسقط خلاص مانوش لازمة فاسقطوش هلوه وكابرهم اتولى الحكم مين كابرهم بقى اللي هو الملك اسر كيف هو كبير كهنة الاله الرعب اطلق على نفسه ايه بقى ابن الاله رعب اصلا الفرعون بالنسبة للمصريين لانه هو ابن الاله فكانت اوامره كلها مطوع فاسر كيف اطلق على نفسه ايه اطلق على نفسه ابن الاله رعب شيد مسألات بقى ضخمة اللي هي العوامد الكبيرة اللي بيبقى عليها كتابات ورموز باللير وليفنية وعمل معابد الشمس في اباصير معابد دولاد مكشوفة بالسطح لانهما بيعبدوا الشمس فعشان يشوفوا شيء المعبوض بتاعه تمام كده طيب بعد كده بقى بدأ ييجي عصر الادم احلال الاول يعني الادم احلال يعني الضعف التفكك بدأ يحصل ضعف في الدولة وتتفكك العصر ده ليشمل الاسرات من السبعة للعشر طيب ايه سبب ضعف في الدولة ونيرها عندنا نقصين اساسيين يا ولاد في الضعف اي دولة على مر العصور وانهيارها اول حاجة ضعف الحاكم اللي بيحكمها تاني حاجة زيادة نفوذ يا اما بحكم اقديم يا اما كهنة يا اما وزراء في ناس تانية زادت نفوذها وقدرت توقع من الحاكم واستغلت ضعف الحاكم فلما يجي يقول لنا بما تفسر ضعف وانهيار الدولة القديمة هنقول واحد بسبب كل اتهبت الملوك كل اتهبتهم ضعفهم ضعف شخصيتهم طب ايه تاني زيادة نفوذ حكام الاقليم حاكم الاقليم بمثابة المحافظ دلوقتي فضعف او زيادة نفوذ حاكم الاقليم جه نتيجة ضعف الملك ايه تاني تفكك واحدة البلاد البلد وحدتها اتفكك اهو في تخبط شو بيقولينا مركب اللي ديرها الرئيسين بتغرق فانا عندي حاكم واذا شايف حكام اقليم بتديني الاردرات او هي اللي بتحكمني فطبع ايه هتشتت هتفكك انهارت كمان سلطة الحكومة المركزية الحكومة سلطتها انهارت ما بقاش لها سلطة ده كمان خاصة في اواخر احد الملك بيبساني احد ملوك الاسرة هو بيبساني كان ضعيف ما هو بيبساني يبقى كما تفسر ضعف انهار الدولة القديمة بسبب واحد قلة هيبة الملوك اتنين زيادة نفوذ كامل اقاليم ثلاثة تفكك واحدة البلاد اربعة انهيار سلطة الحكومة المركزية خاصة اواخر عهد الملك بيبساني احد ملوك الاسرة الثالثة اللي حصل يعني بعد كده بعد ما الدولة نهارت اللي حصل نجوف بعد ما الدولة نهارت وسقطت اين هيستجي غير اللي بقى الضعف ده الانهيار ده الاطمع الخارجية الاعادية بقى اللي عايزين يستاولوا على البلد فبدأت الدولة تتعرض لهجمات خارجية الهجمات دي منين من الاسيويين نتج عنها ان هم محتلوا بعض الاجزاء بس الضعف ده استمر في الاسرتين السبعة والتنة لحد ما جات اسرة قوية الاسرة اللي جات منين من اهناسيا فين اهناسيا في محافظة بنسويف قادرت ان هي تقدر هؤلاء الغذاء الاسيويين واعادوا الاستقرار للبلد من تاني ولما عادوا الاستقرار اتأسس للأسرتين التسعة والعشرة بس للأسف الأسرة دي ما استمرتش كتير وقدروا حكام صيبة اللي هما الأسر اللي في الجنوب يسقطوا الأسرة للعشرة ويعيدوا وحدة البلاد من تاني بسقوط وانهيار الدولة القادمة جات المروري اتأسس اتنين الدولة الوسطة طالما في دولة بعدها يبقى هي قامت على انقاض الدولة اللي عفت ونهوم يبقى دولة الوسطة قامت على انقاض الدولة القادمة يبقى خدنا عصر الدولة القادمة الأسرات من الثلثة للستة وفي عصر المحلال اللي هو قصة من السبعة للعشر قادرنا نعرف ليه الدولة القديمة بيسمى بعصر بنات الأهرامات واخدنا أشهر الملوك بأهم أعمالهم وشفنا ليه مرت الدولة بمرحلة الضعف والانهيار تعالوا بينا زي ما متعوضين نطبق على ترسيل فيجيلنا سؤال يقول لنا إلى من تنسى بالأعمال الآتية الأعمال دي بتنسى بل مين تيجي نشوف قول سؤال شيد هرم سقار المدرق مين يا ولاد اللي شيد هرم سقار المدرق رفع عليكم اللي شيد هرم سقار المدرق هو الملك زوسر طيب يجي لنا سؤال تاني قلنا أمر بنحت تنسال أبو الهون مين اللي أمر بنحت تنسال أبو الهون مين الملك اللي أمر بكده رفع عليكم الملك خفرع هو اللي أمر بنحت تنسال أبو الهون يجي لنا سؤال تاني يقول لنا شيد هرم في دخشور مين اللي بنى هرم في دخشور إيش ترى ديه رفع عليكم هو الملك سنفرو الملك سنفرو شيد هرمين في دخشور آخر سؤال معينا في إلا من تنسى بالأعمال شيد معابد الشمس في أباصير مين بقى كبير كانت الإله رع اللي أطلق على نفسه ابن الإله رع اسمه إيه رابو الملك أثر كيف اللي شيد هرم سقر المدرق الملك زوسر اللي أمر بنحت تنسال أبو هو خفرة اللي شيد هرمين في دخشور سنفرو اللي شيد معابد الشمس في أباصير وصار كيف نشوف نوم التاني من الأسئلة ماذا كان يحدث إذا السؤال ده بيبقى سهل دايما بنف الإجابة الأصلية يعني جيلنا يقول لنا كان الملك بيبي الثاني من الملوك الأخوين بيبي الثاني كان ملك ضعيف فأدى إلى ضعف نيار الدولة طب لو كان الملك بيبي الثاني قوي كان هيحصل إيه ممكن أن لم تتفكك وحدة البلاد ممكن كما نقول لم تنهار سلطة الحكومة المركزية ممكن كما نقول لم يزدد نفوز الحكام الأقارين لو كان قوي حكام الأقارين ما كانوا تدخلوا في الحك بكنتش نهار سلطة الحكومة المركزية بكنتش وحدة البلاد تفكك فما كانتش ضعفة ونهار الدولة الأخوين القذمة بقى أم إذا كان يحدث إذا كان الملك بيب الثاني من الملوك الأقوياء هنقول لم تتفكت وحدة البلاد هنقول لم تنهار سلطة الحكومة المركزية كمان لم يزداد نفوذ حكام الأقضي طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده السؤال بيقول لنا إيه بما تفسر كم تفسر ده أساسي معاين تسمية الملك سنفرو بالمحسن المحبوب ليه الملك سنفرو تميز بالملك المحسن المحبوب يلا منتظرة إجابتكم برافو عليكم لأن البلاد اتميزت في عهده بالاستقرار والعدالة فمين اللي حبه المصريين عشان كده لقبه بالملك المحسن المحبوب طيب تعالوا نشوف السؤال كمان كده تفسر برضو ضعف وانهيار الدورة القديمة ليه الدورة القديمة يا ولاد ضعفة منهورة سبب واحد ضعفة هبت الملوك قلنا ضعفة أي دولة بسبب ضعفة هبت الملوك ويه زيادة نفوذ حكام الأقالي ويه كمان وتفكك وحدة البلاد ويه تاني انهيار سلطة الحكومة المركزية خاصة أماخ راهد بي بي سي يبقى ليه ضعفة منهورة الدولة القديمة بسبب واحد ضعفة هبت الملوك اثنين ازياد نفوذ حكام الأقالي تلاتة تفكك وحدة البلاد أربعة انهيار سلطة الحكومة المركزية خاصة أماخ راهد الملكين بي بي السين رابع عليكم كده احنا انتهينا من درسنا آآ وده آخر درس في منهج شهر اكتوبر احنا كمان واخدين درس دي ده في الجغرافيا ان شاء الله الحصة القادمة هنراجع فيها منهج الجغرافيا والتاريخ ونحل فيها جعل منهج شهر اكتوبر ما اتمنى لكم التوفيق والنجاح مع تحياتي مستاذة شامي